خلونا بقى دلوقتي نستعرض معاكو بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر هنبدأ جولتنا معاكو من القاهرة وتحديدا من كبري أكتوبر اللي بيشهد كتفات مرورية في اتجاه رمسيس وشارع رمسيس نفسه بيشهد كتفات مرورية هتبدأ تقل تدريجية لحد منوصل لغمرة كبري 15 مايو المتجه المهندسين كمان عليه كتفات مرورية لكن شارع بورسايد من نازل كبري أكتوبر بيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحامرة وفيه كمان كتفات نسبية عند الويلي والحد الكبري الساحل والأمرية الكنيش من المظلات لحد وسط البلد فيه كتفات مرورية بسيطة ومتقطعة أما المتجه إلى المؤسسة ففيه سيولة مرورية معادة بعض الكتفات عند المظلات هنكمل جولتنا ونروح معاكو لشوارع الجيزة شارع الهرم بيشهد كتفات مرورية الكتفات دي بتزيد مع ساعات الظروة وكمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيرات ده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوتية فيه كتفات للمتجه من إلى كبري الجيزة المعدني وفي شارع فيصل وفيه كتفات كمان مرورية بتبدأ من محاطة المريوتية ومكملة معانا لحد كبري فيصل كمان بتظهر كتفات تانية في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة لحد ما هنوصل لمناطق بولاء ومبابة لكن بالنسبة لمحور صفط ففيه كتفات مرورية بتزيد في الاتجاه لجامعة القاهرة القادم من أكتوبر اتجاه الدائري مازال طريق مغلق والاتجاه إجباري عبر نفق حازم حسن ومنه إلى محور 26 يوليو اللي بيشهد سيولة مرورية معدى بعض الكتفات البسيطة قبل طلعت الدائري كمان فيه كتفات مرورية على كبري 15 مايو المتجه للمهندسين والعكس ده بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الكبري ومن الجيزة نروح معاكم لعروس البحر الأبيض المتوسط الأسكندرية وفيه سيولة مرورية عند كبري ستالي لكن فيه كتفات متفوتة عند الإشارات ده بطول الكورنيش أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية شارع جمال عبد الناصر كمان بيشهد كتفات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كتفات مرورية لكنها متحركة هنكمل جولتنا ونروح أصوان هنبدأ من شارع استداد لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد سيولة مرورية وعلى طول الشارع هنلاحظ أن فيه كتفات مرورية بسيطة لحد ما هنوصل لمحطة القطار اللي بيشهد طريق حواليها كتفات مرورية كمان أيضا فيه كتفات في شارع الحددين وشارع الإمام الشفعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أصوان الجامعي في بعض الكتفات المرورية خلونا بقى من جولتنا المرورية نروح معاكم لجولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون جديد الحرارة راتب نهارا على قهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد النهاردة فيه نشاط رياح على بعض المناطق المحدودة مع استمرار اتفاع نسب الرطوبة فيه شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وقل القهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناء ووسط سيناء درجة الحرارة في القهرة النهاردة 38 وأعلى درجة حرارة هتكون في أصوان 44 وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 32 درجة هنتابع مع حضرتكم بالتقصي بالتفصيل لكن بعد شوية